موسيقى السلام عليكم لم تتوقف دول العالم عن إدانة مقتل 45 فلسطينياً وإصابة 250 معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إثر قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين بمدينة رفاح جنوبية غزة يوم الأحد الماضي بعد صدور أمر من محكمة العدل الدولية للكيان المحتل يقضي بوقف عملياته العسكرية فوراً في تلك المدينة وخلافاً لأحداث مأساوية مشابهة خلال الحرب وجدت إسرائيل نفسها عاجزة عن توجيه إصبع الاتهام هذه المرة للفصائل الفلسطينية وتحميلها مسؤولية اندلاع الحريق القاتل الذي نهش مخيم النازحين وعليه بدأ المسؤولون في تل أبيب بالبحث عن ثغرات تسمح لهم بالتنصل من هذه الواقعة أو إيجاد تبريرات مدعومة بإعلان فتح تحقيق في ملبساتها والاعتراف بأنها حادث خطير ومأساوي ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء الماضي مناطق في رفح أسفرت عن استشهاد ستة عشر فلسطينياً وإصابة آخرين وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غربي رفح على الجانب الآخر من حدود رفح المصرية سقط جندي مصري قتيلاً إثر اشتباكات مع جيش الاحتلال الصهيوني في محور صلاح الدين فلاديليفيا تقول المصادر المصرية إن جيش الاحتلال هو الذي بدأ بإطلاق النار بينما نفته إسرائيل وألقت باللائمة على الجيش المصري الذي بدوره فتح تحقيقاً في هذا الحادث وصف مراقبون موقف مصر بأنه ضعيف ولا يرقى إلى مستوى الحدث وجاء مغايراً لموقف الشعب المصري المتضامن مع ما يجري في قطاع غزة منذ نحو ثمانية أشهر وفي هذا نطرح التساؤلات الآتية في أي ميزان نضع موقف الدول العربية التي أعلنت التطبيع مع إسرائيل أو في طريقها إلى التطبيع بعد مجزرة الخيام في رفح هل تعجل مجزرة الخيام في رفح بإنهاء الحرب الإسرائيلية كما يتوقع البعض هل يوجد مكان آمن في غزة كما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هذه المحرقة وما المتوقع من محكمة العدل الدولية التي أصدرت أمراً للاحتلال بوقف الهجوم على رفح بعد مجزرة الخيام ولماذا جاء الموقف المصري باهتاً وبلا ملامح بشأن مقتل الجندي المصري على يد جيش الاحتلال داخل الحدود المصرية ما يدل على ضعف الموقف إزاء هذا الحادث هذه المحاور وغيرها سنترحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان محرقة النازحين في رفح التوحش الصهيوني حيث سيكون معنا ضيفاً في الستوديو المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سامر عوض مرحباً بكم دكتور سامر حياكم الله عبر سكايب رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق دكتور أحمد حياكم الله مرحباً بكم أهلا بك أنا أحمد رفيق عوضي سفيق نعم عوض حياك الله وعبر خدمة زوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد مشينش أستاذ محمد حياكم الله مرحباً بكم أهلاً وشهلاً حياكم الله إذن نرحب بضيوفنا الكرام في برنامج حديث العرب نذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله اشتركوا في القناة الله يرحمه بس هاي اللي هاي الشهداء الله يرحمه الله يقبله أرض جهاد هذا وأرض رباب كنا في سبيل الله ثلاث عيشين مكرا بيخطق بالإيد وخشكك في الدرس الأعلى الشعيد تشفعنا سبعين واحد الله البيت الشيخ صارف ربنا الله خلقنا وألا بيخطنا الله يفعل ما يريد وإحنا الحمد لله صبرين صبرين ونرضى قضاء الله وقدره ونرضى فيه ونعترضش على أمر الله أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج حديثة العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان محرقة النازحين في رفاح التوحش الصيوني نبدأ معكم دكتور سامر مجزرة جديدة ارتكبتها إسرائيل وهي ليست بجديدة على هذا الكيان المحتل في خيام رفاح يوم الأحد الماضي سقط فيها 45 شهيدا و250 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ولكن السؤال الذي يطرح الآن في هذه المفصلية يعني كيف نفهم هذا الإصرار من قبل جيش الاحتلال على استهداف المدنيين دائما وعلى استهداف النازحين يعني واضح أن الاحتلال الآن لا يأبه لا بقانون دولي ولا بأي قرارات دولية ولا بأي أمر يعني يخرج عن نطاق السياسي التي أرادها من دخوله إلى رفاح نتنياهو بصفته الشخصية الذي يقود المشهد السياسي داخل الاحتلال الآن صور رفاح كقلعة حصينة آخر القلاع داخل قطاع غزة والتي سيحقق من خلالها النصر المطلق كما يسميه في كل خطاباته وبالتالي السيطرة وبسط سيطرته على منطقة رفاح هي جزء من النصر المطلق الذي يحاول نتنياهو تصويره الإشكالية الحقيقية الآن أن نتنياهو في دخوله لرفح يحاول تحصيل أربعة عوامل العامل الأول يتعلق في قضية السيطرة الكاملة على قطاع غزة من خلال السيطرة على محور فيلاديلفي وبالتالي يتم إنهاء كل ما يطلق عليه أنه بؤر إرهاب على الحدود مع مصر أو عمليات التهريب التي يعني تسيطر حركة حماس والفصال الفلسطيني في تلك المنطقة وبالتالي يضمن تأمين الحدود الفلسطينية المصرية الأمر الثاني وهو قضية أنه قد يجد بعض المحتجزين الذي يعني يلوح دائما أنه هي آخر المعاقل ويوجد فيها هناك حركة حماس تقوم بتخبئة المحتجزين لديها في تلك المنطقة وهذا غير صحيح لأنه قبل الأسبوع هو استعاد بعض الجثث المحتجزين من منطقة الشمال التي سيطر عليها منذ بداية العدوان والأمر الثالث يتعلق بقضية أنه توجيه ضربات إلى حركة حماس وهو يصور ذلك بأنه الآن منطقة رفح فيها آخر معاقل حركة حماس وكل القيادات لحركة حماس متواجد هناك وبالتالي يتم الآن توجيه ضربات تحت هذا البند الرابع وهو قضية أنه الاحتلال في قضية الجرام التي يرتكبها يحاول استعادة قوة الردع بمعنى هو يريد المزيد من الوحشية والمزيد من القتل ضمن سياسات يعني هذا ليس خطأا وليس اعتباطا يقوم به الاحتلال إنما هي ضمن المنهجية التي يريد الاحتلال فرض واقع جديد في قضية استعادة قوة الردع التي فقدها في 7 أكتوبر وبالتالي من سيفكر في 7 أكتوبر سواء من الطرف الفلسطيني أو من طرف آخر بعد أن كسرت وهم قضية الوهم الذي فرضت خمسة ومع عاما من الجيش الذي لا يقهى من سيفكر في 7 أكتوبر سيكون مصير ما حدث في قطاع غزة وهذا ما يحدث حقيقة في تلك المنطقة دكتور أحمد وجدد الترحيب بكم هناك صحف غربية تتحدث أن مجزرة رفاح تدل على يأس وعجز الاحتلال الإسرائيلي على إحراز نصر وتقدم في قطاع غزة وهذا ما أشار إليه الدكتور سامر عواض لذلك هو يقوم بالمجازر الواحدة والأخرى وذلك من أجل أن يهد الشارع الإسرائيلي المحتقن ما مدى صحت هذا الطرح دكتور نحن أمام حدث فريد استثنائي جدا وبالتالي الأهداف الحقيقية نستطيع توقعها من خلال هذا الجنون الذي تمارسه هذه الحكومة الأهداف المعلنة قد لا تكون هي الأهداف الخفية لمثل هذه الحكومة واللي عمليا الجنهور موافق عليها والكابيرات الإسرائيلية موافق عليها بمعنى أنه بالضبط شو الهداف الحقيقية لنتانياهو هل هو أنه يأتي بالمحتاج الزين أو أنه يقضى على حركة حماس طب كل العالم كانت له أنه لا يمكن أن تقضى على حماس عايزين كوتن بارح كان أنه لا يمكن أن تقضى على حماس هذه حركة عقائدية وبالتالي لا يمكن أن تقضى عليها وأنه بدنا سنين طويلة تالي حصل على الهدوء يعني إذا هذا الرجل هو محترف رجل المنظوم الأمنية تحدث لذلك إذن الهداف الحقيقية لنتانياهو أو للحكومة أو للجمهور هو تدمير قطع غزة تهجير الناس هذه الهداف الحقيقية وأعتقد أنه في اتحام غزة والتنويح بأنه غزة يعني معقل لكل شيء وأنه هاي الفصل الأخير بالمعركة أعتقد أنه هذا كله درائع درائع لإخفاء الخطة الحقيقية شو الخطة الحقيقية برأيي ومش بس رأيي الصحيح تدمير القطاع لتحويله لصحراء غير قابل الحياة والتالي تهجير الناس بغلاء يعني تهجير الناس مش شرطة يصبح بسمبول قصري لا طبعي بس أنت تخرب على المكان وتخرب ثروات وبالتالي الناس من حقها تدور على مستقبل آخر وأعتقد أنه هذا ما يحصل الإسرائيل تريد أن تتخلص من قطاع غزة بطريقة يعني دكتور يعني هدف إسرائيل هو القضاء على غزة وسكانها وليس على أحراكة حماس هذا ما أثبتته التجارب خلال ثمانة شهر هذا ما أعتقده مش بسرعة الدعي شرف هذا الرأي هناك كثيرين يقولون ذلك أو هناك كثيرون يقولون ذلك أنه هذا هو الأهداف الحقيقية أنك يعني إسرائيل اللي كانت تريد أن البحر يطلع غزة هذا الذي اختفى الآن في إسرائيل جديدة بدأ غزة بدأ غزة بس فاردة بدأ غزة للإستيطان بدأ غزة هادية بدأ غزة مش يعملوا فيها بيوت على البحر بدأ غزة للثروات للغاز للبترون ففي التالي المسألة المختلفة هذه إسرائيل اللي مش حزب العمل هذه إسرائيل صيوني الديني الجديد طيب أستاذ محمد مرحبا بكم من جديد لو تصفحنا وكالة الأناضول طرحت عنوان يتناول يقول إن مجزرة رفح ستعجل بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولكن واقع الحال ومن ضمن المشاهدات النظرية يشير إلى أن الاحتلال هو ماض في حربه على قطاع غزة الدليل في ذلك هو أنه استهدف بعد يومين من محرقة رفح للنازحين استهدف أيضا رفح سقط فيها ستة عشر شهيدا وعشرات الجرحة هل نحن فعلا على أعتاب نهاية الحرب على قطاع غزة كما أشارت وكالة الأناضول طبعا يعني ما ذكرت وكالة الأناضول هو ثماني وليس واقع حال لأن اليوم إحنا سمعنا محددين من المجلس القومي عند الكيان الصيوني كان يتحدث عن سبعة شهور على الأقل وحتى الذي يرى على الأرض ماذا يجري لا الأمر واضح أن هناك فترة أطول من الحرب لأن الكيان الصيوني لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها ونتنياهو لا ينفك يتكلم عن استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف التي هو يريد أن يحققها منذ بداية الحرب ولم يحقق منها شيئا عمليا وبالتالي نحن كلنا نتمنى أن تنتهي الحرب ولكن إذا تعاملنا مع الوقاع وعما نراه أمامنا بلا شك أن الحرب واضح أنها مستمرة كان ربما الذي حلل في وكاست النظر كان يعتقد أن مستوى الضغط الدولي الذي تحقق بسبب مجلس القرفح سيؤدي إلى ضغط أمريكي على الكيان الصيوني أكثر من أجل وقف هذه الحرب ولكن أنا أعتقد أن التقرير تناسى أو نسي أن يتعامل مع الوقاع أن هذا الكيان يعتبر نفسه فوق القانون وأن هناك دولة تحميه بشكل دائم وهي الولايات المتحدة تمنده بالسلاح وتعطيه حماية قانونية وتجعله فعلا يعيش حالة أنه فوق القانون مستاذ محمد مستوى الضغط الدولي هل أتى ثماره على ما يجري في قطاع غزة من وجهة نظركم؟ أستاذ محمد هل تسمعوني؟ يبدو أن أستاذ محمد لا يسمعوني على أي حال سنعود إليه في هذا السؤال دكتور سامر نلاحظ عبر شاشات التلفاز صور تبثوها المقاومة الفلسطينية لا سيما من كتاب القسام تدل على قدرة المقاومة في تحقيق إنجازات عسكرية على أرض الواقع ولكن هل استهداف المدنيين في رفح وغير رفح في قطاع غزة هو من أجل الضغط على المقاومة بوقف عملياتها القتالية؟ هل هذا التخريج صحيح؟ يعني أنا أعتقد الآن استهداف المدنيين داخل منطقة رفح على وجه الخصوص هو لديه يعني عاملين العامل الأول أنه الاحتلال يسعى إلى قضية تفريغ منطقة رفح من الكثافة السكانية التي فيها لما بنتحدث عن مدينة رفح مدينة رفح بعد كل سبع أشهر نحن نتحدث الآن 28 يوم والضربات داخل رفح لكن سبعة أشهر من الحرب تم دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الشمال إلى الوسط إلى من الشرق إلى الوسط ثم باتجاه الجنوب إلى منطقة رفح وبالتالي تم تكوين كثافة سكانية ديمغرافية في منطقة رفح قرابة مليون وثلاثمائة ألف فلسطين الآن الدخول إلى رفح كان الخطر الكبير على الإدارة الأمريكية أنه أن يتم دخول رفح ضمن هذه الكثافة وبالتالي ستكون هناك مجازر أكبر من المجازر التي حصلت وهذا سيحدث إحراج دولي مرة أخرى للإدارة الأمريكية وبالتالي يسعى الاحتلال من خلال الأحزم النارية وهذه العمليات وكل هذا الإجرام والتوحش إلى دفع الشعب الفلسطيني وهذا ما تحقق يعني الأنور وأعلنت بالأمس أنه مليون فلسطيني نزح مرة أخرى من رفح بمعنى الآن داخل رفح ثلاثمائة أربعمائة ألف فلسطيني الآن في قضية التفريغ هذا سبب الأمر الآخر بكل تأكيد أستاذ محمد في اللحظة التي تعلن المقاومة فيها عن أي عملية جديدة تثبت بأنها لازالت المقاومة بخير وأنها لازالت لديها اليد الطولة والعليا في الميدان ويتكبد الاحتلال بذلك الخسائر سواء البشرية أو المادية في مناطق التي يعلن أنه سيطر عليها يقوم الاحتلال بالانتقام مرة أخرى بقضية عمليات لأن الحاضنة الشعبية هي الخاصرة الضعيفة للمقاومة بالتالي لا يمكن أن يحقق الاحتلال بعد كل الفشل منذ 7 أكتوبر وعلى أرض الواقع في قضية السيطرة أو على أرض الواقع في قضية تحقيق الأهداف إلا مزيد من القتل للمدنيين بشكل نوع ما طبعا لتشكيل نوع قوة ضاغطة على المقاومة الفلسطينية إما حتى تسليم المحتجزين أو تسليم سلاحة أو الذهاب إلى طاولة المفاوضات وهذا ما لا يحدث دكتور أحمد دكتور سامر عوض تحدث عن هدف الاحتلال عندما قام بتهجير السكان قسرا من الشمال والوسط إلى مدينة رفح من الشرق والغرب إلى مدينة رفح في جنوب القطاع قال بأن هناك الهدف هو تفريغ ولكن البعض يراها أنها تغيير في التركيبة السكانية بمعنى تغيير ديمغرافي ما هدف الاحتلال من التغيير الديمغرافي دكتور؟ برأيي أمي دفع الناس إلى رفح لتهجيرهم هذا ما يدل عليه حديث المتكرر للرئيس المصري أنه بيقول لك أنه يحذر بالتهجير وأنه ليس هناك بمجال التهجير لأنه واضح أنه هذا خطر حقيقي وإسرائيل ممكن جدا أنها تضرب هي الجدار وتخلي الناس تهرب باتجاه سيناء وتخليل سلطات المصرية تحت الأمر الواقع هذا الكلام ما زال مطروح ومطروح بقوة ولكن دكتور الرئيس المصري رفض ذلك القيادة المصرية رفضت بأن تكون سيناء هذا الآن ما قلته أنه تكرار الكلام عن التهجير وبرأة أفضل التهجير من كبل مصر هذا الأمر حقيقي حقيقي يعني مطروح ويمكن أن يكون وممكن جدا أنه إسرائيل تفعل ذلك بنفسها يعني أنه هي التي تضرب الجدار حيث أن الناس تنطلق من هناك وتذهب إلى سيناء أقصد أنه التهجير هذا النزوح هذا التغيير اللي يسميه الديمغرافي هذا التهجير مقصود مقصود جدا جدا تهجير بالشمال ثم إسرائيل منعت العودة إلى الشمال طيب زمان ما تقولوا أنه المقاومة عملتهم تروح بشاريع أنهم ينشطلعهم من الشمال للجنوب بعدما أنه أسأل الآن الطلب هو أنه يرجعوا على الشمال إسرائيل بطلق كيف يرجعوا على الشمال إذن بالتالي إسرائيل ترغب بإعادة الهندسة الديمغرافية قد نكون لا قطاع غزة بمعنى التقليصة الحدود تقليصة الحدود ممكن يكون بعمق كيلو أو أكثر من كيلو هذا إبعاد للسكان أيضا تحكم في الكثافة السكانية في القطاع أيضا هذا يخدم أهداف أمنية التواجد المحتلالي الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة أيضا هذا سيجعل من التوزيع الديمغرافي مختلفا لماذا؟ لأسباب أمنية أول وآخيرا وأنا شخصية حتى أقفز للجنوب التي تقولها بدون تفاظيل هو أن إسرائيل لم تغلق أو يتدفع باتجاه التهجير هتقدر رصيف العائم الأمريكي جزء منه أي ضمن تغلق صحيح أستاذ محمد سألتك ولكن الصوت لم يكن مسموعا تحدثت عن مستوى الضغط الدولي ولكن هل أتى مستوى الضغط الدولي ثماره على ما يجري في قطاع غزة؟ يعني الناس نحتيها بالعراقي يعني الناس في قطاع غزة لم ترى أن هناك فرقا في عملية القتل والتهجير ما فائدة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل إذن؟ يعني أنا أوافقك أن مستوى النظام العالمي فقد النظاقية بشكل واضح وهو في مأزق كبير أوافقك أن هذا الأمر لم يشعر أحد في التأثير ولكن هذا لا يعني أنه مخاطفة نحن اليوم نشاهد أن هناك حراك دولي كبير جدا موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحراك في الجامعات الحراك في أوروبا في الجامعات في الشوارع عند أحرار العالم عند الكتاب عند السياسيين على مستوى نائبة رئيس وزراء إسبانيا على مستوى رئيس وزراء بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية على اعتبار أن هذا يعتبر حلا سياسي وهو يخالف رغبة نتينيا ورغم أنني لا أقبل بحل الدولة ولا أعترف به لأن هذه فلسطين واحدة وهي للشعب الفلسطيني ولكن أنا أقول هذه المتغيرات السياسية ووضع قضية فلسطين على الطاولة وبناء حالة التأثير لدى المجتمع وكشف حقيقة وزيف النظام الغربي وتعاطيه مع مسأل حقوق الإنسان وازدواجية المعايير التي يتعامل في هذه كلها الآن مطروحة أمام الجمهور الغربي ونحن نعلم أن الجمهور الغربي يتأثر في الرأي العام بشكل مباشر ولعلي أنا هنا أقول أن هناك أزمة حقيقية يعيشها بايدن في داخل المجتمع الأمريكي مع قرب الانتخابات ولعلي أقول أن ما ترونه من تغيير في بعض الأحيان في الخطاب الذي تقول الولايات المتحدة والذي قد يظهر أنه متوازن إنما مرده فقط إلى أنه يريد أن يحافظ على خطابه للناخب الأمريكي فقط ولا يريد أن يظهر أمامه كأنه هو قاتل أو مجرم أو إرهابي أو مشارك في هذه العمليات رغم أن الكل يعلم أن أمريكا يديها ملطخة في دماء الفلسطينيين وأن شريك رئيسي في المجازر التي تحدث في رفح أو في كل فلسطين ليس من الآن بل من الثمانية واربعين من بداية تشكيل هذا الكيان الغاصب المجرم وحتى يومنا الحالي بلا شك أن التأثير الدولي له أثر كبير نحن اليوم نشاهد أن محكمة العدل الدولية مع هذا الضغط الكبير لم تجد بدلا إلا أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن يكون هناك طرح لملفات إرهابيين بمستوى نتنياهو أو أيزنكورت أو سموتريج أو بنكفير كل هؤلاء اليوم مطروحة أسمائهم لأجل تقديمه لمحكمة الجنات الدولية كمجرم حرب التأثير صحيح الذي يصل إلى شعبنا وإلى جمهور الفلسطيني وإلى الجمهور العربي والإسلامي قليل ولكن هذا لا يعني أن يهمد بل بالعكس يجب أن يزداد هذا الضغط وأن يتم التعامل معه والتعاطي معه ورصولا إلى ليس فقط إحراج الدول الغربية بل حتى إحراج الجهات الأممية التي تقوم بواجباتها وأن تثبت مصداقيتها إذا كانت تريد للمنظومة الدولية أن تستمر وأن تحافظ على الاستقرار العالمي وإلا لا وإلا فنحن متجهون إلى شريعة الغاب والقوي أكل الضعيم دكتور سامر ضيوفنا الكرام سنتوغل أكثر في الداخل الصهيوني ولكن دعني أستميحكم عذرا سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم مشاهدين فاصل ونعود إن شاء الله برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة نعيش مع الناس فما يواجههم من مشاكل يومية خداهم وما ندري ها صار لهم أربع السن ما ندري هم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية من جديد أهلا بكم نناقش في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع محرقة النازحين في رفح التوحش الصهيوني نجدد الترحيب بضيوفنا الدكتور سامر والدكتور أحمد رفيق والوستاذ محمد مشينش دكتور سامر لو توغلنا أكثر في الداخل الإسرائيلي تحت عنوان الموت في رفح كتب المحلل الإسرائيلي نحوم بارنياع في صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية يقول رفح ثقب أسود المخاطرة مؤكدة المردود مشكوكم فيه إذن هناك تشكيك إسرائيلي في تحقيق تقدم أو انتصار في مدينة رفح هذا الرأي كيف سينعكس على معنويات الجند الإسرائيلي الذي يخوض عدوانا على سكان مدينة رفح حقيقة غزة كلها أصبحت ثقبا أسود أمام نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي بقراءة لكل المشهد على مدار ثمانية أشهر الأسئلة التي بدأت تخرج خاصة الحديث يعني قبل يومين هناك حديث عن موضوع الكلفة المالية والاقتصادية للعدوان على مدار ثمانية أشهر قد تصل إلى عجز مليارات الدولارات في قضية الشواكب طبعا ثم تحسب على الدولارات الإشكالية إذا كان هناك حديث الآن عن الكلفة الاقتصادية لهذا العدوان الذي لم يحقق أي شيء يأتي الثقب الأسود في قضية الجدوى لأنه التشكيك في قضية النتائج هي الحقيقة التي أصبحت ماثلة أمام الرأي العام الإسرائيلي منذ اليوم الأول والنتنياهو ينادي بتحقيق أهداف الحرب القضاء على حركة حماس ثم استعادة الأسر المحتجزين لدى المقاومة وبالتالي المجتمع الإسرائيلي ينتظر منذ ثمانية أشهر أن يقضي نتنياهو على حركة حماس وأن يستعيد المئة وخمسة وثلاثين أسير الذين أصبحوا الآن مئة وستة وعشرين بعد استعادة ثمانة جثث الآن الحديث أصبح أنه دائما يعود صفر اليدين لكن على العكس تمام هناك لازال حتى اليوم بعض الرشقات الصاروخية قبل عدة أيام وصلت تل لبيب وهيرتسيليا واليوم تصل بعض المناطق في مناطق الوسط قضية استهداف البلهاون بعض التحشدات العسكرية قضية الاستهدافات العسكرية للجنود تؤكد بأنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالنسبة لنتنياهو حسب ما يعلنه هذا يأتي إلى الثقب الأسود الثقب الأسود هنا في قضية إساءة السمعة التي تحققت للاحتلال بمعنى الاحتلال الذي يروج له على مدار 75 عاما بأنه الدولة المتحضرة والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط بمناطق دول العالم الثالث وضعنا مثال للديمقراطية والأخلاق نراها بلا أخلاق قاتلة أطفال قاتلة مدنيين النساء وضعيفة في تحقيق أهدافها هذا طبعا للاحتلال الأصبح وصمة عار وعلى الصعيد المدني الآن أصبح أمام دول العالم هناك ذهبت إلى أكثر من ذلك أنه الآن بدأنا نعود إلى قضية معادات السامية في قضية بداية ما تشكل بالاحتلال أنه أنت وصبنا بالجذام يعني الناس عندما ترانت أصبح لنا وصمة العرب أنه مرتكبي الإبادة وليس الأنتي سيمتزم يعني معادات السامية وبالتالي الآن كل هذه الأمور أصبح الآن مجتمع الإسرائيلي يدرك بأنه جلبها نيتنياهو على مدار 8 أشهر دون تحقيق أهداف وبالتالي لا جدوى من هذا الحرب إلا مزيد من الخسائر تتحصل للاحتلال إذا كان النصر مشكوك فيه لماذا الاستمرار؟ الإشكالية الحقيقية بصريح العبارة أستاذ محمد بأنه ليس هناك أي شخصية إسرائيلية قد تنافس نيتنياهو وبالتالي لن تتوقف الحرب إلا بأمرين إما أن يرضخ نيتنياهو أو يتم إزاحة نيتنياهو من المشهد السياسي والتكتلات اللي بدأت اليوم في قضية المعسكر المقابل جناتسو يائير لبيد وأفكدور ليفرمان وساعر لا أعتقد أنها ستستطيع إذا تتوحد جميعا طبعا في قضية إزاحة نيتنياهو لأنه للأسف اليوم المجتمع الإسرائيل أكثر توحش من نيتنياهو أصبح والاستطلاعات أصبحت تتحدث أن نيتنياهو يتقدب بمعنى ما دام نيتنياهو وما زال نيتنياهو يدير المشهد السياسي هذه الصهيون الدينية لا ترى إلا بيهودية الدولة وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي فلسطيني وبالتالي طريقة التوحش المذابح هي الخيار دكتور أحمد يعني نبقى في هذا العمق الصهيوني كما تعرفون قرار المحكمة الجنائية قد قضى بوقف الهجوم على مدينة رفح هل هذا القرار قد أغرق إسرائيل في حفرة سياسية ودبلوماسية كما يقال دكتور طبعا طبعا هذا بالنسبة لها كان واحد من كوابيسها أن هذه المحاكمة التي شكلت على خلفية الهولوكوست وبعد الحرب عاملين الثانية هي التي تحكم فيها وأن توصد بأنها دولة قاتلة أطفال وأن أحد قادتها مطلوبين للعدالة الدولية وبالتالي هنا هذا نوع من النبذ والعزل والنعزال وخسارة الرواية خسارة الصورة خسارة النبوذج خسارة الاندعاءات خسارة فكرة الاحتكار الضحية الأبدية كل ذلك خسارات بالتأكيد وهذا جديد على إسرائيل هذا لم يكفل من قبل ولهذا السبب هي خسراني تماما وإحنا بنتبع للصحابة الإسرائيلية صالهم بيحكوا كلام كثير حول هذا الموضوع بالنسبة لهم هم بدهم داما احتكروا الرفع الأخلاقية والرفع الروحية باعتبارهم روح العالم أورها علامة وتكونها علامة إصلاح العالم لهم إضافة زي الخمير اللي في العجين هي اللي بتعمل العالم عالم يعني يعني بالتالي هم في سقوط وإسقاط لهذه الرواية وهذه السردية بهذه الحفرة السياسية كما سميتها وهو صحيح تماما لأنه فيه جدل في إسرائيل جدل كبير الآن الأصوات عالية جدا بالقول أنه نتنياهو سيء نتنياهو سيء كقائد إسرائيل نتنياهو أخذ إسرائيل لمنطقة الصخور كما سمها يعني فيه جدل كبير حقيقة وهذا له تأثير خطورة وين باختصار خطورة وين أنه نتنياهو الذي أصبح محاصرا منعزلا متهما مطرودا الآن ومطاردا من العدارة الدولية هو الآن خطر خطر جدا يعني لا يريد أنه الحرب لأسباب أيضا شخصية بتصير له لأنه هذا الرجل بده يحقق ما لا يستطيع متحقيقه لأنه أصبحت الحرب بالنسبة له استثمار كبير الحرب تحمي الحرب بتعطي وقت الحرب بتعطي استثمار الحرب بترمي صورته بده يجيب نصر بده يقنع جمهوره بده شروح داره سجين بده يروح فطر وبالتالي الرجل هذا خطر خطر جدا على فكرة ويبدو أنه إن شاء الله طبعا الغلطان بمدار الغلطان يعني ممكن جدا نتوقع منه ما لا بنكون نتوقع طيب أستاذ محمد نبقى في الداخل الإسرائيلي يقال داخل إسرائيل إن نتنياهو ارتكب مجزرة رفح يوم الأحد الماضي وذلك لأسباب خاصة به مثلا تجميل صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام أهالي المحتجزين والأسرة وبالتالي هذا الأمر يعفي وزير الدفاع يو أف جالانت والوزيرين في حكومة الحرب بيني جانتس وقادي أيزينكوت من المسؤولية هل يعفون من المسؤولية أستاذ محمد الذي جرى أن يتوحش الذي يراه من سلوك العسكري الإسرائيلي وبطبع إعاذ من حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو كما ذكر الزملاء هي تنسجم مع الرؤية في المجتمع الصيوني وآخر الاستطلاعات تشير إلى أن نتنياهو يتقدم على الشخصيات المعارضة التي مرشحة لتكون رئيسة وزراء يتقدم عنهم بفارق أكثر من عشر نقاط بمعنى أن ما يجري هو ينسجم مع رؤية المجتمع الصيوني الذي لطالما ذكرنا أن هذا المجتمع هو مجتمع دموي ومجتمع محارب بل أن اليوم صباحا كان هناك خبر أن عدد الأسلحة التي وزعت إلى المجتمع الصيوني بفيزياد وهذا الطرح وهذه استراتيجية التي طرحها بن كفير عندما تولى منصب وزير الأمن قومي في الكيان هو يسير فيها بهذا الاتجاه ولولا أنها سياسة مقبولة في المجتمع الصيوني لما وجدت هذا القبول ما يحدث من إعفاء لمسؤولية لا أحد يعفي أحد من المسؤولية في الكيان الصيوني الكل يريد أن يرضي هذا المجتمع والكل يريد أن يرضي أهالي الأسرة والكل يريد أن يثبت أنه أكثر قدرة على القتل عند الفلسطينيين وللأسف هذا أحد العناوين المارزة في تصعيد القتل ضد الفلسطينيين من أجل كسب أصوات الناخب أو كسب رأي الرأي العام الداخلي في الكيان الصيوني وهذا يعني يبرر أو يوضح عفوا مستوى الإجرام لهذا المشروع الذي ما نراه من توحش هو أحد أهم العلامات التي تشير إلى أن هذا المشروع هو في طور النهاية والزوال بسبب مستوى التوحش الذي يمارسه ضد الأبرياء عند شعبنا الفلسطينيين وتحديدا ما رأيناه في مجزرة رفح دكتور سامر سنذهب إلى موضوع غاية في الأهمية يعني لايق الأهمية عفوا عن ما يحدث في مدينة رفح سنذهب إلى حادثة مقتل الجندي المصري اللي اسمه عبدالله رمضان عشر حجي وإصابة جنود داخل الحدود المصرية أفاد المتحدث العسكري المصري بفتح تحقيق إذا هذا الحادث كيف قرأت ردود الفعل لدى القيادة المصرية واضح أنه الإدارة المصرية طبعا موقفها منذ بداية الحرب بالأسف شديدة الإدارة المصرية موقفها متراجع جدا تجاه القضية الفلسطينية بمعنى لم تحقق الطموح في قضية وجودها وحضورها على قضية دعم الشعب الفلسطيني كما يجب حقيقة حتى وإن كانت تصريحات بعض القيادات المصرية تتجه في قضية معبر رفح وعفوا معبر رفح وإدخال المساعدات ومنع التاجير ومثل هذه الأمور في قضية الدعم الدبلوماسي للشعب الفلسطيني لكن مربع الفعل كان يختلف كثيرا لكن على صعيد هذه الحادث هذه الحادث خطر كبير بمعنى قضية تقزيم الموضوع في التصريحات التي تخرج الآن بمتابعة التصريحات المصرية هذا تقزيم يعتبر تقزيم للشعب المصري ولدولة مصر بحجمها وبعمقها لأنه نتحدث عن انتهاك حقيقي لكل مواد اتفاقية كامديفد التي وقعت عام 79 اول انتهاك وجود الاحتلال كوجود بحد ذاته وانتهاك للمادة الرابعة من اتفاقية كامديفد في قضية انسحاب القوات العسكرية او التواجد العسكر من مناطق القريبة من محور في لديلفي على وجه الخصوصي اليوم الاحتلال يتحدث اكبر من ذلك يعني يتواقح في قضية الاعلان انه تم السيطرة على كل محور في لديلفي ليس فقط جزء منه ايضا هناك انتهاك اخر وهو قضية انتهاك الملحقات التي جاءت في قضية كامديفد في عام 79 واللي بتتحدث في اربع نقاط وتصنيف المناطق الف وبا وجيم ودال وكل هذا تم انتهاك في كل دخول الاحتلال وسيطرته على معبر رفح معبر رفح والسيطرة عليه ايضا ينتهك الانتفاقي اللي اتحدثت في قضية 2005 بوجود ادارة فلسطينية مصرية على معبر رفح وهذا ايضا تم مع الادارة المصرية في حق ذاته لكن واضح بان الادارة المصرية من متابعتنا لتصريحاتها لا تريد ان يخرج الفعل والتعامل مع الفعل من اكثر من مربع الدبلوماسي في قضية الحال وهذا ما نرى في قضية الاعلانات عن اللجان تحقيق وهذا ما يتم بالطريقة النعم لا اعتقد انه سيتجاوز هذا المربع دكتور احمد وصف براقبون موقف مصر بانه ضعيف ولا يرقى الى مستوى الحدث وجاء مغايرا لموقف الشعب المصري المتضامن مع ما يجري في قطاع غزة منذ اكثر من ثمانية اشهر هنا يعني ماذا لدى القيادة السياسية في مصر لتفعله من اجل وقف الحرب في غزة هل هناك خيارات متوفرة للقيادة المصرية بعد مقتل الجندي المصري عبدالله رمضان يا صديقي احنا نحكي عن دولة مركزية في المنطقة دولة نقفر وتأثير وذات نفوذ وذات حجم مضاخم جدا والفرد او الجماعة او الدولة تتحرك وتتصرف بحجمها وبمصالحها بشركة علاقاتها ولا نتحدث عن الحرب بالمناسبة نتحدث عن الهيبة هيبة الدولة قدرة الدولة نفوذ الدولة قدرتها على التأثير حولها يعني بالتالي الشقيقة بصر ولا نزايد على أحد ولا نقطو نصائع لأحد يعني ما يجري في القطاع غزة يؤثر عليها على كل شيء فيها على مصالحها هيبتها نفوذها على قطعها تأثيرها تأثيرها في الإقليم ودورها الكبير التاريخي مسؤولياتها القومية والدينية والثقافية والأمنية أيضا لأذا السبب أنا برأي أنه رغم كل التعقيد رغم كل التعقيد في المشهد ورغم كل التشابك ورغم كل الضغوط المالية وإلى آخر أنا بمحبة شديدة محبة شديدة لشعب مصر الأهل مصر حول مصر هناك مشاكل كبيرة في الجنوب سودان في فيوبيا في الغرب ليبيا في الشرق في غزة إن لم تتحرك مصر باتجاه هذه الحدود فدور مصر يتقل ويتقلص وأنا على ذكرة يعني ضار بمصر وضار بنا أيضا يعني السبب يعني نأمل إنه بصر تتحرك بما يبسل حجر طيب أستاذ محمد لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء محمد صلاح الذي الجند المصري الذي ذهب إلى داخل داخل الحدود الإسرائيلية وقام بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين هذا يعطي مبرر في الرد عليه وقتله ولكن يعني مقتل جندي مصري داخل حدود مصر ربما يثير الكثير من علامات الاستفهام هل هناك رسالة إسرائيلية أرادت توصيلها من خلال قتل الجند المصري داخل حدود مصر تريد إسرائيل أن ترسلها وما هي فحوة هذه الرسالة أستاذ محمد بلا شك بلا شك أولا أنا أعتقد أن سواء محمد صلاح أو حتى عبدالله رمضان إنما هو تعبير عن انتماء هذا الشعب العظيم شعب مصر إلى قضايا الأمة جميعا وإلى أمته وشعبه وأهله في قطاع غزة أو في كل قضايا الأمة وبالتالي أنا لا أستغرب أي رد فعل مصري مما يجري على الحدود سواء محمد صلاح أو حتى في عبدالله رمضان وهؤلاء نحسبهم شهداء إن شاء الله وعبروا عن انتماءهم لقضايا الأمة ولهذه الأمة العظيمة بالطريقة التي رأوها مناسبة أما عن رد الفعل المصري أنا أعتقد أنه كان الكيان الصهيوني في كل عملية طوفان الأقصى هو معني بثلاثة مستويات من الردع هو معني في الردع المحلي وهو ما يمارسه من إجرام بحق الشعب الفلسطيني حتى لا يفكر أحد أن يعيد 7 أكتوبر وعلى المستوى الإقليمي يعني أيضا يمارس عملية ردع ومارسها من خلال وجود بدعم أمريكي من خلال وجود الأساطيم الأمريكية والغربية والدعم اللامتناهي وما مارسه الآن من عملية قتل لهذا الجنب المصري وتبادل إطلاق النار والمستوى الثالث من عملية ردع التي يسعلها على المستوى الدولي أيضا من خلال الدعم الأمريكي وشهدنا كيف أن العالم كله في كفة والولايات المتحدة والكيان الصيوني في كفة ثانية عندما صوت مجلس الأمن 13 صوت ضد الكيان الصيوني وجاءت أمريكا والكيان الصيوني بفيتو حتى تغير القرار اليوم هذا الطريق في الردع طبعا هو فشل في الثلاث مستويات لم يستطع أن يحيد الشعب الفلسطيني أو أن يثنيه عن المقاومة لم يستطع أن يوقف ما يجري في الإقليم من تفاعلات مع هذه القضية ولعل ما رأيناه من جنود مصريين يقوموا بهذا الواجب البطولي هو أحد هذه التعبيرات وعلى المستوى الدولي نحن نشاهد أنه يخسر كل يوم وآخرها كان الثلاث دول الأوروبية التي دعت إلى مزيد من ترسيخ الحقوق الفلسطينية أما على الجانب المصري أنا لا أعتقد أن مصر على أننا متفقين أن الموقف المصري هو لا يرقى إلى مستوى الجريمة لأن مصر لا يمكن أن تكون وسيطا مصر يجب أن تنحاز إلى حقوق الشعب الفلسطيني وأن لا تمارس دور الوسيط مع العدو الصهيوني والكيان الصهيوني يمارس العداء لهذه الدولة سرا وعلانيا فمن غير المنطق أن تقول مصر أنها وسيط أو أن تمارس عملية قط نفس مع هذا الكيان وهو يمارس عملية قتل تجاه حتى جنودها ليس فقط على أهلها وأبناء أمتها العربية والإسلامية الشعب الفلسطيني بل حتى اليوم تطاوت ذلك على الشعب المصري وعلى الجنود المصريين ولذلك أنا أعتقد أن مصر معنية اليوم أن تأخذ خطوة للأمام باتجاه تغيير في قواعدها في التعامل مع هذا الكيان وأن تعبر بشكل أكثر عن انتمائها أو انحيازها لحقوق الشعب الفلسطيني وأنا حقيقة أرى في بعض العناوية ليس كل العناوين أنا أرى أن حتى المواقف المصرية وعلى رأسها مثلا موضوع التهجير ورفض عملية التهجير وأخذ مواقف في هذه العملية أنا أرى أنها في بعض المواقف تنحاز فعلا لقضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه طيب دكتور سامر بالعودة إلى مزارة النازحين في رفاح كما تعرفون أن إسرائيل صدعت رأس العالم بما يسمى بالهولوكوست وكأن يعني ما يفعله جيش الاحتلال في رفاح وفي قطاع غزة بشكل عام ليس بهولوكوست كيف يمكن تدويل هذه المتزرة داخل المجتمع الدولي سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تدويلها حاليا لأنه في القرار الأخير داخل محكمة العدل الدولية التي تقدمت في جنوب أفريقيا أستاذ محمد الآن المحكمة تنتظر بخلال شهر أن يقدم الاحتلال ما هي الإجراءات المؤقتة التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة في قضية وقف إطلاق النار خصوصا في رفاح وبالتالي الآن الاحتلال يرى نفسه فوق هذه العملية فوق هذا القانون فوق هذه المحكمة وبالتالي أن هناك حقيقة خطرين يعني يحيطان بالاحتلال المفصل في قضية المحكمة أنه ليس الشعب الفلسطيني الذي اشتكى من قضية الإبادة إنما دولة موقع على الإبادة تشتكي من قضية انتهاك دولة كانت ضحية للإبادة بارتكابها إبادة وبالتالي انتهاكها لقاءة لاتفاقية الإبادة التي تم الحديث عليها وبالتالي خلال هذا الشهر إذا الاحتلال لم يقدم تقريره بهذه الإجراءات التي اتخذها وبالتالي لن يكون لأن العالم كله رأى بالأمس وخاصة كان اجتماعي يتحدث عن قضية ما حدث فيه رفح الآن أصبح الاحتلال سيقدم تقريره منقوص سيذهب إلى مجلس الأمن وإذا تم استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن فإننا سنرى سابقة تاريخية على مستوى العالم بأن الفيتو يستخدم ضد قرار قضائي وبالتالي يتم تعطيل القضاء الدولي أو القوانين الدولية بفيتو أمريكي وهذا سيتم أيضا له حسابات قد تأخذ ألمانيا مثلا في قضية مراجعة الهولوكوست والمحاكم عليه قد تأخذ روسيا في قضية التعامل في قضية الملف الأوكراني وما قامت به أمريكا تجاه ذلك الملف كل هذه الأمور قد تأخذنا إلى تفاعلات كثيرة في قضية هذا الملف دكتور أحمد لو دخلنا إلى الدول العربية يعني في أي ميزان نضع موقف الدول العربية التي أعلنت التطبيع أو في طريقها إلى التطبيع بعد مجرة الخيام في رفح يعني في الوقت الإسرائيل تعاني فيه الإعزال والنبذ والنقل والمحاكمة الدولة العربية لم تنتهي هذه الفرصة من أجل تعميق أزمة المحتنم لا هي عمليا تبدو وكأنها تساحل عليهم تبدو وكأنها تكون تكافية ولكن تتعاطى معهم وتعرف المعادلة أنه التطبيع مع السعودية من أجل وقف الحرب في قطاع غزة حتى اليمين طبعا الإسرائيل الآن يمين الإسرائيل الديني يقول لك أنا لا أريد أن أطبع أي ثمن أطبع البلاش لا يوجد أي شيء وهذا طبعا يدون على مدى الضعف ومدى الاستهتار من أكلين يعني ضعف الموقف الأكليني واستهتار فيه الآن العمل العربي المركز بالنجل السباسية اللي هي عمليا ورثة الخطة المبادرة العربية في سنة 2002 وعدلت علىها كثيرا لم تعد المبادرة العربية كما كانت في السامن يعني وضعوا الحصار عماما العربة عماما الحصار مش العكس تماما بالتالي الموقف العربي موقف ضعيف وهش ويبدو الإقليم وكأنه تفضل أستاذ محمد بقيت لدينا ثلاث دقائق سنوزعها بالتساوي على حضراتكم بدقيقة لو تفضلتم في ذلك أستاذ محمد يعني ما المتوقع من محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكما للاحتلال بوقف الهجوم على رفح بعد مجزرة رفح الأخيرة محكمة العدل الدولية ستستمر ما دام هناك أصوات العالم مثل جنوب أفريقيا تقوم بهذا الصوت وستجد لها صوتا عالميا لأن المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يثبت مصداقيته لأنه هو ذهب إلى حقيقة واقع سيء جدا في أنه ألغى كل شيء اسمه قانون دولي ومحكمة دولية وقضاء دولي لكي يتم النفاق مع الكيان الصيوني اليوم هذه المنظومة الدولية تحتاج أن تتماسك وأن تعيد التوازن إلى ما تقوله وإلى كل المنظومة الدولية حتى تستطيع أن تكمل مسيرتها لأن هناك ملفات كثيرة في هذا الكوكب يتم التعاطي معها في جانب القانون الإنساني والقانون الدولي ومحكمة الجناية الدولية ومحكمة العدد الدولية إذا ألغيت كل هذه العناوين فعلا سيكون الكرة الأرضية كلها في مشاكل ليس لها حصر لأن الآن العالم ما عاد يحكم فقط من أمريكا هناك قوة كثيرة في العالم تتطلع لكي تكون شريكة في حكم هذا الكوكب ولديها عناوين تستطيع أن تتجاوز كل شيء إذا لم تضغط الولايات المتحدة والمنظومة الغربية كلها وتكون جزء من إعادة التوازن للقوانين الدولية والقضاء نعم دكتور أحمد بنظرة مستقبلية وسريعا ماذا تتوقع في الأيام القادمة هل سيعود المفاوضون والوسطاء إلى الطاولة بعد مجرة رفح هل تعتقد ذلك دكتور لإستداف المفاوضات وإسكاة الجماعات التي تضغطها بشكل مشقل ولمحاولة شراء السلام داخلي إسرائيلي وإسرائيلي ليست جد في ذلك على الإطلاق دكتور سامر هل ستكون هناك شروط جديدة تمليها حركة حماس على دولة الكيان المحتل شروط جديدة بعد هذه المتزرة يعني أعتقد الآن حركة حماس لديها نقاط قوة دولية كبيرة خاصة وإنه مطالبها الخمسة أصبحت ثمانين بالمئة منها مطالب دولية وبقرارات دولية وبالتالي أعتقد الآن هذا يقود حركة حماس والفصائل الفلسطيني إلى مزيد من التمسك بالحقوق والضمانات في قضية أن لا يعود الاحتلال مرة أخرى بعد الاتفاق أو تنفيذ الاتفاق القادم في قضية أيهدنة أو صفقة إلى مجازر جديدة داخل قطاع غزة أو بحق الشعب الفلسطين أشكر ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع كان معنا عبر سكايب رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض شكرا جزيلا لكم دكتور وكان معنا عبر خدمة زوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد مشينش أستاذ محمد شكرا جزيلا على تواجدكم معنا وفي الستوديو كان معنا المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور سامر عوض شكرا جزيلا لكم دكتور سامر والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة